موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة ومن الأمور التي ينبغي أن تكون سائدة على أذهاننا أن نعتزى بلغتنا اللغة العربية وأن نستشعر أن هذه اللغة هي اللغة العظيمة وهي اللغة القرآن وهي اللغة التي ينبغي أن تكون مجال حديثنا وأن نترك النطق بالألفاظ العجبية في الحديث فيما بيننا ومن ذلك أن نسعى إلى تعليم أبنائنا لهذه اللغة وأن نعمقهم فيها لقد كانت دولتنا الموفقة صريحة في هذا الباب فكان في مادتها الأولى في نظامها الأساسي النص على أن لغة هذه البلاد هي اللغة العربية وهذا قد سار عليه عدد من الدول العربية من فضل الله جل وعلا وبالتالي كانت هناك جهود حثيثة من قبل هذه الدول لإعتماد هذه اللغة في المنظمات العالمية وفي دور الحديث المختلفة وقد سعت مؤسسات عديدة لجعل هذه اللغة العربية واجباً على أبناء هذه الأمة ومن ذلك ما كان للمؤسسات والمنظمات العربية من دور بارز في النص على التزام اللغة العربية في ميثاق الوحدة الثقافية العربية وهكذا نجد أن هذه الدول سعت إلى أن تجعل اللغة العربية منتشرة في العالم خصوصاً أننا نجد أن هناك كثيرين يرغبون في أن يتعلموا هذه اللغة إن الثقافة العربية تتألق بهذه اللغة التي نزل القرآن بها وهي مما يبرهن باستمرار على أن اللغة لديها من القدرة في التطور والنمو واستيعاب المخترعات الجديدة في جميع مجالات العلم ولا يمكن لأحد أن يجحد مثل هذا المعنى وفي اللغة العربية من المعاني ومن المفردات التي يمكن توليدها ما لا نجده في غيرها فإذا كانت اللغة العربية تشتمل على ثمان وعشرين حرفاً فإن كل حرف من هذه الحروف يستعمل على أربعة استعمالات مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة ومرة ساكنة فكانت الحروف بضرب هذا العدد في أربع مرات ليكون العدد فوق مئة حرفة فإنه مرة يكون مضموماً ومرة يكون مفتوحاً ومرة يكون مكسورة ومرة يكون ساكنة وبالتالي هذه الطرائق يتحدث بها وأنظر لكلمة واحدة تدلك على مزية هذه اللغة فمرة تقول حبر ومرة تقول حبر فهما مجتملتان على نفس الحروف ولكن اختلفت المعاني باختلاف الحركات ثم إن هذه اللغة تمكنك من الاشتقاق فإن الاشتقاق فيها مرة قد يكون بالموافقة في الحروف فأنت تقول مثلاً فعل وفاعل ومفعول وفعلة إلى غير ذلك مما يتوافق في جذر الكلمة وفي مرة يكون هناك مشاركة بين معنيين في كلمتين فتتقاربان في الاشتقاق فمرة تقول مثلاً جبذة ومرة تقول جذبة لكون كل واحد من هاتين الكلمتين له خاصية في الاستعمال لقد كان من شأن العرب في عصرنا الحاضر أن يجعل هذه اللغة التي يتحدث بها مئات الملايين منطلقاً لأساس من أساسات كثير من العلوم من خلال جعل مؤلفاتهم بهذه اللغة ومن خلال ترجمة شيء من الكتابات العلمية لهذه اللغة إن اللغة العربية لها سيادتها في وطنها وبين أبنائها وبالتالي نستشعر أن هذه اللغة لا زالت حية ولا زال الناس ينطقون بها إن الناظر إلى اللغات الأخرى يجد أنها تتغير ما بين زمان وآخر فليست لغتهم قبل عشرات السنين تماثل لغتهم اليوم مما يدلك على أن عنصر البقاء والثبات في اللغة العربية لا نجد ما يماثله في اللغات الأخرى وحينئذ نعلم أن هذه اللغة ستكون منطلقاً لمجالات كبيرة وسبباً من أسباب اتحاد الثقافات على اختلاف مجالاتها إن الاعتزاز باللغة العربية ينبغي أن يكون ممارسة لهذه اللغة في جميع المجالات سواء في حياتنا الاجتماعية والأسرية سواء في التعليم والتربية في الوسائط الاجتماعية في الحديث السياسي ومن هنا نعلم أننا نحتاج إلى أن نثبت قدرة اللغة العربية وأن نرتقي بها وأن نجعل النفوس تنجذب إليها وبالتالي يكون هذا من أسباب نمو هذه اللغة وانتشارها وبقائها نحن نحتاج إلى التأكيد على أن المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز والمؤسسات تتحدث اللغة العربية وتجعلها لغتها الأصلية والرسمية وكذلك نحتاج إلى تعزيز مكانة الحرف العربي في جميع اللغات وأن نؤكد على هذا الجانب وبالتالي علينا جميعا أن تتضافر جهودنا من أجل تعزيز اللغة العربية في نفوس إلى أفراد سواء من العرب أو من غيرهم وعلينا أن نجعل من شأن العربي أن يفخر بهذه اللغة وأن يعتد بها وأن يستشعر أن هذه اللغة لغة عزة وكرامة فيتشرف بالحديث بها ويشعر أن الأمة ترتفع ببقاء هذه اللغة العربية ومن ذلك أيضا أن نستشعر أن الانتماء الوطني لأوطاننا ينطلق من هذه اللغة العربية فنحن في هذه البلاد والعرب في بلدانهم يعلمون أنه لن يكون هناك انتماء وطني صحيح إلا بتبني اللغة التي يتحدثون بها وبالتالي فإن الكلام باللغة العربية يؤدي إلى وحدة الكلام ويؤدي إلى استقرار النفوس ويؤدي إلى اجتماع الكلمة وبالتالي نكون جميعا ممن يؤثر فيهم اللسان العربي ومن ثم يتسامى ما لدينا من طرائق التعامل والأخلاق راضين عن أنفسنا لتبنينا لهذه اللغة إن اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة ومن ثم فمن اعتز بالعربية فإنه يعتز بما ورد فيها من نصوص الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الإيمان فإنه يسعى لتعزيز مكانة هذه اللغة ويسعى إلى جعل العروبة طريقة في كلامنا نلتزمها ونسير عليها إن هذه اللغة لها من الاستعمالات ومن طرائق الحديث ما كان طريقا لمواعظ علماء الأمة على رسولها قاطبة وبالتالي نستشعر أن اللغة العربية لها أثرها في تمسك الناس بدينهم والناظر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب صحابته وخطب من بعدهم كانت باللغة العربية ومن ثم فإن التمسك باللغة العربية اعتزاز بدين الإسلام وتعميق للشعور الديني وهكذا حينما نستشعر اللغة العربية ونتمسك بها نزرع في نفوسنا قيما وطنية فإن هذه الأوطان بنيت على أسس منها اعتماد اللغة العربية كلغة لها فحينما نتمسك بهذه اللغة ونعتز بلغة العرب نكون حينئذ أظهرنا شعورا بانتمائنا إلى أوطاننا التي نعيش فيها ومن ثم فمحاولة بعض الناس قطع أفراد الأفراد الأمة عن لغتهم إنما هو مما يقدح في وطنيتهم ومما يظهر ما في نفوسهم من حاجة أو مخالفة لما تدعو إليه القيم الصحيحة إننا لا يمكن أن نستغني عن الانتماء الوطني الذي ينطلق في أسسه من معانم منها اللغة العربية إن الإنسان ينبغي به أن يجعل اللغة العربية عنوانا للهوية التي ينتمي لها وطنا وشعورا ليكون هذا من أسباب نهوضه وتمسكه بوطنيته إن الخلفية الثقافية واللغوية لا يمكن أن يستغنى عنها فلا ظنى عن اللغة في تشكيل الهوية الثقافية التي تكون عند الأمة وبالتالي فنحن نحتاج حاجة شديدة إلى تعزيز مكانة هذه اللغة التي تعتبر بمثابة المرجعية التي نحتاج إليها في إثبات هويتنا الاجتماعية والوطنية إن اللغة العربية لها أثرها في تعزيز الشعور الوطني في نفوس الناس فإن تاريخ هذه البلاد وحضاراتها وحضاراتها وعاداتها وتقاليدها إنما حفظت بلغة العرب سواء ما كان منها مكتوباً أو كان ماروياً شفاها ومن ثم من أراد أن يعرف حقيقة هذه المجتمعات فعليه بدراسة بيئتها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً من خلال لغتهم التي يتحدثون بها ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن العرب كان لهم قيم وأخلاق وحينما نعتمد اللغة العربية ونعتز بها نكون قد فتحنا الباب لنقل تلك القيم والأخلاق إلى عصرنا الحاضر وإلى أبنائنا فإن العرب عندهم من الأخلاق الفاضلة ما يحسن بنا أن نتأمل فيه وأن نحاول أن ننقله إلينا وأذكر في هذا بما ورد بعثت بما يتمم مكارم الأخلاق وإن كان كثير من أهل العلم يتكلم في إسناده إلا أنه قد يدل عليه عدد من النصوص الشرعية المقصود أن العرب كان عندهم من الأخلاق الفاضلة ومن القيم العالية ما يجعلنا نعتز بهذه اللغة التي نقلت أخلاقهم وقيمهم وشيمهم ونجعل هذا طريقا من طرائق اكتساب الشرف والرفعة وعلو المنزلة إن الاعتزاز باللغة العربية لا يبرز لنا شيئا من ثقافة هذه الأمة فإن الأمة الإسلامية وجدت من 1400 سنة وعندها من الثقافة والحضارة أشياء كثيرة وإنما كتبت حضارتهم وثقافتهم باللغة العربية وبالتالي فاللغة العربية تعبر عن أساسيات من الخصوصيات الثقافية للأمة الإسلامية وفإن اللغة هي وعاء هذه الحضارات وهي الناقل الرسمي لهذه الخصوصيات في عصور الإسلام قاطبة وحينئذ إذا أردنا أن نعرف حضارة هذه الأمة فإنما تعرف باللغة العربية وإذا أردنا أن نعرف ما لديها من أمور مستحسنة فلا يمكننا ذلك إلا بمعرفة اللغة العربية ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجل لما خالطوا الناس في ذلك الزمان على اختلاف لغاتهم كان هذا من أسباب انبهار الأمم الأخرى باللغة العربية ولذلك وجدنا من غير العرب من تعلم العربية وبرز فيها وأظهر شيئا كبيرا من العلم بسبب تكلمه باللغة العربية وشواهد هذا في علماء الإسلام كثير متعددة وحينئذ فإني أوصي بعدد من الوصايا أولها أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي نتحدث بها في اجتماعاتنا في حديثنا في جميع أمورنا وعلينا أن نرد على أولئك الذين يأخذون بعض الكلمات الأجنبية فيضمنونها في كلامهم كذلك علينا أن نكون معتزين اعتزازا واضحا صريحا باللغة العربية وكذلك علينا أن نبني أفكارنا وإحساساتنا ومشاعرنا بهذه اللغة فنؤلف المؤلفات فيها ونتقرب إلى الله جل وعلا بجعل هذه اللغة هي اللغة الرسمية التي نتحدث بها إن اللغة العربية متى تم الاعتزاز بها كان ذلك من أسباب تطور الأفراد في ثقافتهم وفي تقدمهم العلمي بما يؤدي إلى قوتهم وساعة أحوالهم وهكذا علينا أن نوجد في نفوسنا ثقة كاملة بهذه اللغة بحيث نقدمها على بقية اللغات نعتز بحديثنا بها ونتحدث بها في كل أمورنا فيكون ذلك من مظاهر اعتزازنا باللغة العربية هكذا أيضا نجعل اللغة طريقة ممارسة في حياتنا كلها فهما وإدراكا وكذلك نتعلم قواعد العربية ابتداء من قواعد الفهم والاستنباط والاستدلال لنعرف أقسامها ومن ثم ينتج عن ذلك آثار حميدة كثيرة متعددة منها أن نتمكن من كراءة القرآن كراءة صحيحة نتمكن من حفظ هذا القرآن بلغته التي نزل بها نتمكن من فهم آيات هذا القرآن ونتمكن من تطبيقها على أنفسنا إن الاعتزاز باللغة العربية ليساهم في تنمية مشاركة الأفراد في جميع المناسبات والمؤتمرات والمحافلة العربية والإسلامية حينما نعتز بلغتنا العربية تكون ذلك من أسباب انتشار الفكر الصحيح والعلم والعلم الموثق في أبناء هذه اللغة نحن نريد أن يكون التأليف بهذه اللغة نريد أن تكون العلوم بهذه اللغة إذا كان أصحاب اللغات الأخرى على مهارتهم وقدرتهم تمكنوا من إخضاع العلوم لتدخل في لغاتهم فكيف لا نستطيع مثل ذلك في اللغة العربية نحن في أشد الحاجة لأن نجعل اللغة العربية هي اللغة الأولى في حياة الأمم وفي حياة الأفراد لتكون هذه اللغة منطلقا صحيحا لفهم النصوص الشرعية وللتمسك بدين الله جل وعلا إننا ينبغي بنا أن نزرع محبة اللغة في نفوسنا جميعا ونفوس أبنائنا ونزرع ولاء في أنفسنا تجاه هذه اللغة فاللغة العربية وسيلة من وسائل ارتباطنا بالوحي واللغة العربية طريقة من طرائق توثيق المحبة بين أفراد مجتمعاتنا واللغة العربية رابطة أساسية بين العرب على اختلاف بلدانهم واللغة العربية يتمكن الإنسان فيها من إظهار مشاعره الحقيقية في جميع ما يريد أن يظهر فيه مشاعره اللغة اللغة العربية لها من القدرة على التعبير بما يفوح في المشاعر ما تعجز عنه بقية اللغات وبالتالي فالاعتزاز باللغة يظهر من المعاني ما لا يظهره الحديث والكلام بغير اللغة العربية إننا في اللغة العربية قد تخفى علينا بعض دلالات الألفاظ فلا يكون أن ذلك سبيلا من سبل إلغاء هذه اللغة واللغة العربية لا يتمكن أحد من استيعاب جميع مفرداتها ومن ثم فنحن ينبغي بنا أن نوطد أنفسنا على أن استعمالنا لهذه اللغة إنما هو بحسب قدراتنا واستعمالاتنا وبالتالي لا نشعر بحرج لكوننا نعجز عن بعض المعاني العربية هكذا نحن في البلدان العربية على اختلاف محالنا قد يوجد شيء من الفروقات إما في طريقة نطق الحرف وإما في معاني بعض الألفاظ أو في مجالات أخرى من اللغة العربية فهذا لا يكون النصاد لنا عن استشعار اعتزازنا باللغة العربية وأنه يجمع الأمة فقد كان الناس في جزيرة العرب في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد بينهم لهجات مختلفة ومعاني للفظ متعددة ومع ذلك بقوا عربا وبقوا فصحا ولما صهرهم الإسلام في مجتمع واحد اتحدت لغتهم واجتمعت كلمتهم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر شكرا